معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الخبيل الاستراتيجي والعسكري مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتز بداية عسكريا كيف ترى مجريات معركة الطلعفر خاصة مع التقدم السريع للقوات العراقية طبعا هذا التقدم السريع دلالة كبيرة على انهزام العدو وعدم تمكن البقاء فترة طويلة أمام تقدم القوات العراقية هناك بعض الأفكار القديمة التي يلجأ إليها المسلحين من خلال وجود الألغام وجود كذلك زرع العبوات ولكن قواتنا العراقية خصوة الهندسة تعالج هذه المسائل التي أصبحت معالجتها بسيطة جدا وكذلك يسلك سلوك البداء في موضوع التضليل الطيران للقوة الجوية من خلال حرق الإطارات وغيرها من الأساليب القديمة التي تستعملها في مدن سابقة دلالة كبيرة أن قدرت على الصمود في هذه المدينة سوف تكون قيلة جدا وسوف ينهار بالأيام القديمة ما العوامل سراتيجيات جديدة للقوات العراقية دعم أكبر أنهك داعش بالموصل وهذا بطبيعة الحال يلخص لنا مجمل قادم معركة تلعفر طبعا الأساس الوحيد لانتصار قواتنا العراقية هو الهزام المعنوية التي تعاني منه مسلحي داعش يعني المسلحي داعش مهزومين نفسيا وكذلك عقائديا لأنهم انهاروا انهيار كبير جدا بعد تحرير الموصل خصوصا في الجانب الأيمن وكذلك قدرة القوات العراقية على معرفة جس النبض وعدد المقاتلي مسلحي داعش في هذه المدينة وكذلك قدرة التصوير الجوي الذي يحدد الأهداف بالضبط ويعطي إشارات للقوة الجوية العراق باستعمال الطائرات وتنفيذ مهاجمات مفاجئة لترك القيادات وقتلها في أماكن تواجدها كل هذه زادت من قدرة القوات العراقية على التقدم بسرعة إلى الأحياء السكنية التي أحيانا تجدها فارغة من الأهالي الذين حصروا في أماكن في داخل المدينة حتى يعتبروا مسلحين دروع بشرية دون تقدم القوات إلى محور المدينة وسقوطها نعم أحياء عديدة تم استعادتها من قبل القوات العراقية تم فتح طريق الاستراتيجي من الكسك باتجاه صلاح الدين لا أعرف ماذا يمكن أن نفهم عن أهمية ما أنجز حتى الآن الهمية الواضحة عسكرية من الخطة تنفذ بحذافيرها على مستوى الأرض وهناك أيضا لا ننسى قدرة القوة الجوية العراقية على دك معاقل الدواعش في هذه المدينة وكذلك قدرة عملية الاستنزاف التي تمارس من قبل كافة الفصائل المشتركة في هذه المحور لأن القيادات العسكرية تمركز في ثلاث محاور وامتدت إلى داخل المدينة وتحرير القرى والأرياف وكذلك الناحيتين المهمتين قبل الشروع في تنفيذ مهماتها في داخل المدينة إذن نحن أمام تنفيذ الخطط ليس مستعجلين ولا كذلك سريعين ولكن يجب أن نحتاط من وجود مواطنين يجب أن نخرجهم بسلام من هذه المدينة وكذلك أيضا يجب أن لا نعطي إشارات واضحة لعملية وجود قوات تفاجأ قوات من الخلف أو تفتح جبهة جديدة في مدينة أخرى من المدن القريبة من تل عفر عم ماذا نتحدث هنا لو ممكن أن نشرح أكثر سيد دكتور معتاز نعم ماذا تعنيم بالسؤال في المناطق القريبة من تل عفر التي في تخوف من أنه كما قلت حضرتك في تخوف من أنه مثل فتح جبهة جديدة أو تشتيت الإنتباه نعم طبعا نحن لا تزال خاصرة الحويجة معروفة لديكم بها مسلحين احتمال تركز عمليات جديدة في هذا المحور كذلك جبال مقحول وأيضا منطقة سنجار التي هي أمنيا ليس في حسابات القوات العراقية في الوقت الحاضر لأن حزب العمل الكردي مسيطر على هذه المدينة إذن هناك احتياط واجب للقوات العراقية بفتح مثل هذه الجبهات وكذلك باعتبار تسحب القوات العراقية من محتى لعفر واللجوء إلى مكافحة الدواعش في هذه المدينة خاصة جبل مقحول وجبل سنجار لعفر عن أي عدد من السكان نتحدث تقريبا دكتور معتاز وإلى أي درجة ستكون عقب هذا الخوف على أن يستخدم داعش يستخدمهم كدروع بشرية مثل ما كان في الموط طبعا قوات العراقية بدأت بتوزيع المنشورات قبل أيام عن طريق الجو نشرت أكثر من مليون منشور دعت المواطنين اللي لجوء إلى المساكن خوفا احتياطا من سحبهم كدروع بشرية وكذلك شعار القوات العراقية بأنهم يرفعون لأعلام البيضاء للخروج من مناطق آمنة حددتها القوات العراقية إذن لا تزال قوات العراقية تلجأ إلى استعمال المذيع واستعمال كذلك الإذاعات المحلية لنشر نداءات للمواطنين بعدم الخروج إثناء القصف أو إثناء قصب المدفعي وغيرها من أساليب التي تعتمد في حرب المدن والشوارع إذن نحن أمام مهمة تقريبا أنجزت في الموصل بسلام يجب أن تنجز أيضا على مستوى الأرض في تلعفر بخلاص المواطنين من سطوة داعش وعدم اعتبارهم كدروع بشرية تستفذ بها قوات العراقية وتطول المعركة أكثر من المعتاد في تحرير مدينة تلعفر أنا أشكرك جزيلا كنت معنا بأقمار صناعيا بغداد دكتور معتاز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحث الأمنية والاستراتيجية خبير استراتيجي والعسكر